السلام عليكم ده روبيكس كيوب او مقعب روبيك تقدر تشتريه من اي محل بيبيع داية او لعب وتقدر تشتريه اونلاين من مواقع زي امازون ونون وجميع في الفيديو هنتعلم طريقة علشان نحل بيها الروبيكس كيوب عايز بس في الاول اعرفكم ان حل الروبيكس كيوب صعب جدا تقريبا 99% او اكتر من اللي بيعرف يحلوه هم بيحلوه بطرق معروفة مش بيدماغهم يعني فانا بيعرفكم اسهل طريقة علشان تحل بيها الروبيكس كيوب بس برضو محتاجة تركيز فاركز معايا الطريقة بتاعتنا مكونة من سبع خطوات كل خطوة اللي هي ناتج نهاية بنعمل بعض الحاجات عشان نوصل للشكل النهائي بتاعها لحد بعد اخر خطوة باللاقي الروبيكس كيوب بتحل معنا عايز اقول لكم معلومة بس سريع الاول على القطع الموجودة في روبيكس كيوب القطع الموجودة في روبيكس كيوب بايمة تبقى مركز ودي بتبقى قطع مكونة من لون واحد اما حفة او اج ودي مكونة من لونين اما قطع مكونة من ثلاثة الوان ودي اسمها كورنر او ركني يلا بينا نبدأ أول خطوة الخطوة الأولى أن انا اعمل كروسة أبيض في النص فكذا أجيب المركز الأبيض وعمل كروسة أبيض أفاعل حلقة زائد أبيض وفي نفس الوقت الألوان الذي على الجناب الحوا WITH photographers يبقى متطبقة مع المنطقة يعني مثلا المنطقة لأن المنطقة مع المنطقة يعني مثلا المركز انا أحمر يجب علينا أن أحمر وأبيض وفي نفس الآن أنه ازرق وأبيض وهكذا الوشين التالين طيب، اعمل كذا ازاي اولئما المركز الابيض اهو. اخلي اي لون ابيض جنبه. Аهو مثلا ابيض وبرطواني. اجيب البرطواني عند المركز بتاعها الرف كده برطواني عند المركز بتاعها. انا كده حليت اول قطعة او ابيض برطواني برطواني والمركز ابيض. ازا حل بيرض دي ودي ودي عشان اكمل اول خطوة اوصل لشكل النهايي بتاع الخطوة الاولى. طيب اعمل كده ازاي? هنا مسلا مركز اخضر. فانا عايز انا اخضر. وابيض. علشان هي طبق المركز العبيض وتحت طبق المركز على الاخضر. ادورها القطعة لفيها اخضر وابيض. بس فين اللي في ابيض واخضر بس ايه. ابيض واخضر هي. اخليها تحت المركز بتاعها ولو طلعت كده فوق جاد في مكانها المزبوط فين ابيض واخضر واخضر. فينا كده عمل اول قطعتين في علامات الزائد بتاعنا. اتابك يمكن علي من ديه. وديه. دي ايه المركز بالاحمر. فهنا اعايز ايه القطع الحمرة والبيضة. فين الاحمر وابيض? ادورها بقطع الاحمر وابيض احمر وابيض. اهي. لأيت احمر وابيض اهي. انا عايز اخليها تحت المركز بتاعها مثلا كده. خليتها تحت المركز بتاعها اهي. ولو طلعت فوق كده بقت في مكانها. احاول اتاكد انا ببصش حاجة. طب الاحمر وابيض هي في مكانها مزبوط لكن الالوان معكوس يعني مسا عايزة اللي ابيض فوق والاحمر وابيض لتحت. اعمل ايه علشان اشعل بلتين دول ما غير مبوازل بقى ايه. الخطوة دي يعني. اجيب اللي في الوش ده كده مع عارب الساعة. واللي فوق كده عكس عارب الساعة. اطلع لفوق وارجع تاني اللي فوق. فكده اللي احمر مزبوط ولاخدر زي ما هو مزبوط والبرتاني مزبوط زي ما هو. نقص اللي ازرق. المركز لازرق نعز اجيب اللاوي ازرق وابيض فوق. ازرق وابيض اهي. تحت ايها الجهزة اللي اطلعت فوق اهي جي نفس مطالع اولينا برضو. لازرق وابيض موجودين في مكانهم لكن مع كوسين. اجي هنا اه اه وكده. واطلع فوق ارجع تاني. لازرق زبط. وكده اول خطوة مزبوطة. علامة ازرق وابيض والالوان اللي على الجناب. الاجس متفقة مع المركز. قبل ما نخش الخطوة تاني عايز عليكم قاعدة مهمة جدا. وهي الاجرزم اليمين او قاعدة اليد اليوم نا. سموها زي ما تسموه. بتقول لي بقى قاعدة اليد اليمين دي او الاجرزم اليمين. بتقول لنا انا امسك المقعب كده. وعشان هي قاعدة اليد اليمين. فالجزء اللي على ايد اليمين ده اطلعه الفوق. بعدين ازرق بايدي اليمين. جزء العلوي. انزل لتحت. ازرق جزء العلوي بايدي الشمال. تاني. جزء اليمين. اطلع فوق ازوق باليمين. انزل تحت ازوق بالشمال. وفيه برضو نفس القاعدة بالزبط بس بالايدي الشمال مش نستخدمها الخط والجاة نستخدمها اللي بعدها بس يلا ورهلكم بالمرة. شبه بتاعت اليمين بالزبط بس بالايدي الشمال. الاول اقشها لعجوز الشمال. لو اطلع لفوق الين ازوق بالشمال. انزل لتحت ازوق باليمين. اطلع فوق ازوق بالشمال. انزل تحت ازوق باليمين. دي قاعدة اليد اليسرى. او الغلز من الشمال نرجع مع هي imaginar ما كنوا وقفين في الخطوة التانية الخطوة التانية عن کوحل الاركان الارباعة ده ده و ده و ده الاركان بتاع الجنب الابيض يعني مكان ما انا عملت الزت في الخطوة الاولى نمسك مثلا الركن ده طبعا تحت في المركز القليد وهي هERE مركز الاحمر و هنا المركز الازرق فاني اعيز هي القطعة ديته باحمر وزرق و ابيض ليه علشان تبقى مركز الاحمر والومركز الازرق والمركز الازرق ف الابيض في نفس الوقت اهي المفروض الاول اجيبها فوق المكان اللي انا عايز اجيبه فيها مثلا اعمل كده 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 بحيث احاول اخلي القطعة دي تيجي فوق المكان اللي انا عايز اجيبه فيها بالظبط ما غير ما بوضع اي حاجة تانية فانا عايز اجيبها تحت هنا اخليها فوق مكان ما انا عايز اجيبها بالظبط على ايدي اللي مين كده وانا عايز اجيبها هنا عشان تبقى احمر وزر عوبيد هنا عشان مركز التلات احمر وزر عوبيد لو خليتها فوق كده بالضبط اعمل ايه بقى? اعمل قاعدة لديه اليومنا اللي انا قلت لكم عليها اعملها مرة واكتر لحد ما تتحلم عنها اطلع فوق ازوق بالمين انزل تحت ازوق بالشمال ما تحلتش قاعدة تاني اطلع فوق ازوق بالمين انزل تحت ازوق بالشمال ما تحلتش برضو كدا 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 ايتحلت ايه احمر وازرق وبيض مزبوط هنا بقى ازرق برطقاني وتحت طبعا ابيض. هنا اللي ازرق برطقاني ابيض فين? ازرق برطقاني ابيض? اهي. اخليها فوق مكان ما انا عايز اجيبها بالزبط. انا عايز اجيبها هنا. اخليها فوق ايها بالزبط هنا. اللي فوق دي عايز اجيبها بتحت هنا. اعمل ايه? اقعد اعمل القاعدة اللي دي اليوم لحد ما تيجي. سبحان الله جتنا اول مرة. مزبوط. اشوف الركن اللي بعده. المركز برطقاني والاخدر. عايز برتقاني واخدر وابيض. فين برتقاني واخدر وابيض? اهي. فوق مكان ما اعزاجها بالزبط. اعمل القاعد اللي دي لهمنا لحد ما تيجي. لسه. اهي. مزبوط. اخدر برتقاني ابيض. اخر الركن عندنا اللي هو اخدر واحمر. وتحت ابيض طبعا. اخدر واحمر وابيض. اهي. اخدر احمر ابيض. عايز اجيبها تحت هنا. اعود اعمل في قاعدة اليومنا لحد ما تيجي. لسه. تاني. لسه. هده تاني. لسه. اهي. تمام. يبقى احنا كده عملنا تاني خطوة. لابيت كله مزبوط. والصف الاول مزبوط مع المركز بتاعته. زي تي صغيرة كده. في الاربع جوانب. لو احنا بنحلل الخطوة دي وابيتنا حاجة زي كده. قطعة اللي هي احمر وابيض واخدر. موجودة هي. بس مش مزبوطة. وانا عايزة خليها تبقى فوق. مكان ما انا عايزة جيبها. بس هي تحت. اعمل ايه? عادي جدا. اشتغل وهي كده. اعمل برضو قاعدة اليومنا. لقيتها بقت طريعة فوق اهي من غير ما حاجة تانية تبوز. اللي هي ابيض واحمر واخدر. واعيد. قاعدة اليومنا عادي لحد ما تنزل تحت. طيب تمام خلاصنا اقول خطوتين. الخطوة التالتة ان انا هعمل الصف اللي في النص ده كله. يعني المركز الازرق خلي جنبه ازرق والمركز الاحمر اخلي جنبه احمر والمركز الاخضر جنبه اخضر وكزا. يعني زبط الصف اللي في النص ده كله. هعمل الكلام ده ازاي. عشان احل الخطوة دي. ابص فوق كده عند المركز الاصفر. اشوف الجناب يعني قطعة حفة فيها لونين بس يعني. تمام. بس لازم اللونين يكونوا ما فيهمش اصفر يعني لان مسلا زي ده بورتقاني واخدر اخلي البرتقاني في المركز بتاعهم. هي فوق اي صادفة? بس لو مش فوق اخليه فوق المركز بتاعهم البرتقاني في البرتقاني. البرتقاني دي عايزة تيجي فين? عايزة تيجي ناحية الشمال عشان تطفوه باخمع المركز البرتقاني والمركز اللي اخضر. فانا عايزة فالقطعة دي هنا. تمام? اعمل ايه? ابص كده. انا عايزة يجيبها ناحية شمال? اعمل ايه? ابعدها. الناحية العكسية. عايز اجيبها شمال ابعدها الناحية العكسية. وعشان كنت عايز اجيبها شمال اعمل قاعدة اليادي اليسرى الاول. اطلع فوق بالشمال انزل تحت ازوق في اليمين. وبعدين قلب في المكعب كده. واعمل قاعدة اليادي اليمنى. الايها جات في مكانها المصبوط الاخضر والبرطواني اهي. ما هوزش اي حاجة تانية. طيب نشوف حاجة تانية. ادور برضو على اي لون فوق ما فوش اصفر قطع حافق. كله في اصفر للأسف. اروه اعمل ايه مسلا. ابدل مسلا اللي فوق دي باللي على اليمين. لو انا عايز ابدل القطع اللي فوق دي اجيبها على اليمين. انا عايز اجيبها على اليمين. اعمل ايه? اعز اجيبها ايمين? ابعدها الناحية العكسية. الناحية التانية. اروه اعمل قاعدة الدي اليوم الاول عشان اعايز اجيبها ناحية اليمين. لو اطلع فوق ازوق باليمين. انزل تحت ازوق بالشمال. وليس في المكعب كده اعمل مقاعد اليسرى اطلع فوق ازوب شمال انزل تحت ازوب ايمين. تمام? كده لا يزهر عندي القطع الاحمر وزرق فوق دي دي. وده اللي انا عايزه. اللي هو الجانب يكون مفوش اصفر. الاحمر وزرق اجيبها فوق المركز الاحمر بتاعها. عايز اجيبها الاحمر وزرق دي اجيبها فين? اجيبها شمال عشان انتبقوا مع الاحمر ولا زرق. عايز اجيبها شمال. اعمل ايه? ابيضي ده لناحية الثانية. واعمل قاعد اليسرى عشان اجيبها شمال. امسك المقعب كده اعمل قاعد اليسرى وزرق زبط معي اهو اتحل. هاشوف القطع اللي بعدها. القطع برضو ما يكونش فيها اصفر. البروتانية والزرق دي مسلا. هجيبها فوق المركز البروتاني بتاعها. البروتانية والزرق اعايز اجيبها ناحية اللي مين? اروح بعيدها عاكس ما انا عايزة. اعمل قاعة تلاتي اليوم عشان عايز اجابي ناحية اللي مين? الف المكعب كده. واعمل قاعة تلاتي اليسرى. الاقي البرتغاني وازرق. زبط معي. وكده الصف اللي في النص زبط كله اهو. وكده خلصنا الخطوة التالتة كلها. كده عملنا اول تلات خطوات الخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة ان انا هعمل علامة زائد اصفر فوق. واسيب كل حاجة مظبوطة زي ما هي. عشان اعمل كلوس اصفر فوق او علامة زائد صفرة فوق لي خطوات بعملها. اول حاجة ابص كده. اشوف لو لقيت خط اصفر اعمل ايه? ابص له كده. اخليه كده افك اتأكد انه افك هي مش رأسي. اعمل ايه? احرق كده دي اللي على الوش مع قرب الساعة. بعد كده اعمل قاعة اللي هيدي اليومنى. وبعد كده رجع تاني اللي انا كنت مطلقة. الاقي ازاي اللي اصفرت عملت معايا بالمنظر ده. وكل حاجة تحت انا عملتها زي معي. طيب لو انا ملقيتش الخط الافقي اللي اصفر اللي في الاول ده. اعملي اشوف. لو لقيت كده علامة المعكوسة كده فوق على الشمال. يعني مسلا منظر ده المركز وفقيه وشمال واصفر. ابص لها كده. اعمل برضو نفس اللي انا عملتها لو اطلع كده مع قرب الساعة. اعمل قاعة تلاتي اليومنى. وبعد كده رجع. الاقي الخط اللي اصفر افقي اتعمل. واعيد بقى اللي انا سامل. طيب لو ملقيتش. ولا خط اصفر. ولا علامة ال ال ديت. اعمل ايه? عادي جدا. اعمل نفس الخطوات من اي حتة. لحد ده مع علامة ال ال تظهرلي. واعدي كده اعمل نفس الخطوات تلاتي لحد ده الملقى الخطة الاصفر. كأعمل نفس الخطوات تلاتي لحد ده ملقي اعلامة الزيات دي الصفرة. طيب كده عملنا اربع خطوات خمس خطوة ان انا اعمل او الحواف المتبقية تمام يعني هنا بس انا عايز ازرق وصفر هنا مثلا عايز احمر وصفر احاول الف كده اللي فوق ده على قد ما اقدر علشان اجيب اكتر عدم مزبوطة في ثلاث يعني اكي زبط الازرق بس البرتقاني مش زابط واللي اخضر مزبوط اللي ازرق واخضر بس المزبوطين ولو لفة التانية هي اللي احمر زابط والبرتقاني زابط بس اللي ازرق واخضر مش مزبوطين اتنين قصات بعض اللي مزبوطين انا هحاول اخلي اتنين مزبوطين جنب بعض الحلقة ده يخلي واحد وراء واحد على المين واشتغل لو ما لقيتش وما لقيتش ولا واحد زابط او مزبوطين بس قصات بعض مش جنب بعض زي الحلقة بتاعتنا اشتغل من اي حتة عادي اعمل ايه اطلع اللي على المين ده اطلعه الفوق بعد كده اللي فوق ده اروح محركه مع عرب ساكدة حلو واروح منزل اللي طلعته وابعد التاني الجزء اللي فوق هدين اطلع واجيب كل اللي انا وديته بعيد اجيبه لحد ما اللي بيديك هنا واروح منزل كده هلاقي اللي زرق زابط والبرطاني زابط اتنين مزبوطين جنب بعضهم في الحلقة دي بقى اللي احنا قلنا عليه لو اتنين مزبوطين جنب بعض الناحية دي مزبوطة الاتش اللي زرق والبرطاني اخلي واحد ورا واحد عالمين اعمل ايه بقى اعمل نفس اللي انا عملته اللي هو عشان ابتكر العالمين دي اطلعه الفوق واللي فوق ده امشي كده مع عرب الساعة بدي انازل اللي طلعته واخش تاني مع عرب الساعة اللي فوق قدي اطلع الفوق اجيب كل اللي انا بعدته لحد ده من اللابيض يابل اللابيض واروح نازل كده هلاقي بقى كل الاتشات او الحوف زبط الخضرة مزبوط البرطاني والزرق والحمر الخطوة الستة بقى وقبل اخير ان انا اثبت الكورنر زي لمش مزبوتة بمعنى ايه الكورنر ده اصفر وزرق وبرطاني بس هه المفروض يبقى اخر وحمر واصفر ايا كان بقى اخر وحمر وصفر حتى لو متلخبطين عادي وده المفروض يبقى بshapedПрطاني واخضر وصفر هلفي ايأي كورنر مزبوط فيه كورنر واحد بس ليه المزبوط اللي هو احمر وزرق وصفر حتى لو متلخبطين بس احمر وزرع وصفر منطبق مع الماكس. تمام? خلي المظبوط ده قدامي كده على المين. واروح اعمله. اروح باصيس له كده. هعمل الجورزم ده. بيد المين ازوق اللي فوق. بعدين اطلع. بعدين بيد الشمال ازوق اللي فوق واطلع. بعدين بيد المين ازوق اللي فوق وانزل. وبيد الشمال ازوق اللي فوق وانزل. مظبوط لسه ما ما زبطش لسه الباقي ما زبطوش اقررها تاني بيدي اللي مين اطلع فوق بيدي الشمال واطلع فوق بيدي اللي مين انزل تحت بيدي الشمال انزل تحت هلاقي ده زبط وده كان مزبوط وده زبط بس معكوس مش مشكلة بس هو كده زبط في الخطوة دي مرتاني واخدر واصفر وده احمر واصفر واخدر واحمر واصفر واخدر مزبوط طيب يبقى كده الخطوة ستة دي خلصة اخيرا انو اس خطوة واحدة بس وهي تصبيت الكورنرز للمزبوطة يعني ده مزبوطة ومكرة مزبوطة وده مزبوطة ومكرة مزبوطة لكن ده مش مزبوط هنعمل ايه دي اخر خطوة عندنا عشان نحل المكعب هنعمل مكعب كده نخلي اللي بيدي فوق ونبص كده ونركزوا جدا في الخطوة دي لان هي رغم انها اخر خطوة لكن لو اتلخبطتوا فيها ممكن انت بوضع مكعب كله وتعيدوا من اجور علشان نزبوط الكورنرز نبص كده احنا عايزين نزبط القطع دي والقطع دي نخلي اي واحدة فيهم على ايدنا اليمين تحت تمام نخليها على ايدنا اليمين تحت وبوصلها كده اعمل ايه اعود اكرر بقى قاعدة اليادي ليومنا لحد ده ما القطع دي تزبط مكانها يعني الصفرة تبع موجودة تحت مثلا يعني انا هدفي ان انا نخلي اللون الاصفر ده اخليه بص لتحت اود اقرر بقى قاعدة اليادي ليومنا لحد ده ما تزبط معي اطلع فوق ازق بالمين انزل تحت ازق بالشمال لسه ما ده بغيتش اطلع فوق ازق بالمين انزل تحت ازق بالشمال لسه اطلع فوق ازق بالمين انزل تحت ازق بالشمال لسه اطلع بس كده اللي اصفر جي تحت كده القطعة دي تمام انتو كده ممكن تتخدط لقى المكعب بص لا ما تلقوش ما بصش هتعمل ايه تاني لف اللي تحت ده بس دي دي حاجة مهمة جدا ما تلفش مكعب لف بس الوجه اللي تحت ده لفه لحد ما تيجي القطعة البيضة اللي عليها الدور القطعة دي بايضة عايزين نحلها عايزين هدفنا ان احنا نخلي اللي اصفر يبقى تحت بصص تحت هنعمل القطعة دي اليومنا كزا مرة لحد ما القطعة الصفرة اللي انا عايزها تيجي تحت بس القطعة الصفرة جات تحت وانا احجي ده خلاص هالف ايه قطعة تانية بايضة لا كده انا هلاقي المكعب اتحلم معنا بالمنظر ده وكده الخطوات مضبوطة طيب تمام شكرا ليكم السلام عليكم